في النادي قال لي أنت لقيب كويس وليك مستقبل كويس وإحنا بنحاول ندخل لعبة الصغارة مع الفريد الأول طبعا كان صعب في 2008 ده يعني قصة ثانية آه النادي الأهلي صعب حد يخش فيه في جيل رهيب إحنا ما كناش بنحلم يعني أنت بتحلم أن أنت تسلم عن الناس دي يعني بس فالكلام ده كان 2007 2007 آه وأنا كان ليا ذكرات خاصة شوية أن أنا 2006 أصلا يعني ماتش الصفاقسي يعني دخال حضرها كان 2006 أعب أفرج عن ماتش زي زي أي حد كنت أتفرج على الأهوة دهوي وأعاد أتفرج عن ماتش أتفرج على الأهوة في الشارع وكان ليا موقف طريف إن أنا كنت أصلا مستلي الفلوس إن أنا أروح أعود على الأهوة عشان أتفرج عن ماتش لا آه طبعا ماتش اللي هو واحد سفر أبو تريكا أبو تريكا آه اللي حضرهاك نزلت فيه آه فالفرج عن ماتش في أهوة في مدان الجيش معكش فلوس آه استلفت فلوس من صحابك الزمان القهوة كان لازم عشان تشرب تتفرج عن ماتش بتدفع تمال الكرسي والمشروب آه تمر الكرسي والمشروب آه مع الماتش المشفر بقى يعني فأيوة صح كان ساعتها آه الماتش أعتقد ساعة تسعة بالليل أو حاجة كده آه فأنا لما بعض أسترجع كابتن إسلام إن أنا بعديها بسنة أو سنتين بقابل كابتن أبو تريكا وبقابل كابتن بركات والكابتن إسلام الشواطر والحضر النجوم دي كلها في النادي وأنا من سنة أعب أفرق على الماتش على القهوة وزاي زقية مشجع واللحظة دي كمان كانت لحظة خاصة لأن الماتش ده من الماتشات الكبيرة لأن فيه ناس كتير كانت بتاعت تقوم من الـ آه وإحنا عادين من التفرق وإحنا عادنا وابتديت يعني الواحد يتأثر شوية وبتاعت يعني نفسنا هنموت ونكسب فلما الجن جي آه أنا اليوم ده طعم ما بيتنسيش يعني كأي ولد أهلاوي فالواحد عملت إيه سعد لما الجن ده جي كأهلاوي لأ بكيت يومها بكيت آه بكيت يومها وكان يوم كان عندك إحساس أن النادي الأهلي أنا مجدش بالعفة النادي الأهلي ما نعارف ولا نضميت كنت حاسس أن النادي الأهلي حيعرف يكسب الماتش آه آه ما نقول لحضرتك المشكلة الناس بتاعت تقوم آه وفي ناس قاعدة فالناس اللي أحدى دي اللي هم بقى يعني فلما جون جي اللاهوة كسر بقى أو كلاس أبجر إيه اللي حصل شادي عمل الكورة متعب لمازها فلافيو نزلها لابوتريكا إحنا مع أول ما كابتن شادي اللاعب ببتدينا نطنط يعني نقوم بقى يعني شفت آخر كورة كابتن حاسن شايتها في الأكشناتو آه لما بينفعل مع كورة إيه إزي اللي هو الحركة آه إنت عملت تنفعل تبديها تنزل تبمين العلمس واللعبة دي كانت متفق عليها الفترة دي جبتوا منها جوان كتير جدا اللي هي الكورة تانية فالكورة لما بتريكا حط فا رجلوا آه آه دنيا لاه سويت سويت والكراسي قصرت وبتاع عدت فأتأ فترة الموضوع ضعم لي رعبة لما ترجع يعني ايه الكورة معنا أهي بص ساعة دي كورة تلعبت آه يعني برضو عشانان ابوتريكا ياخد القرار ده ساعة صعبة أو حتى XLعيب كورة بقى أنا لما لعبت مع ابوتريكا بعد كده الكاردة ماتخدش كتير يعني. ده ماتخدش خلال. اه. في الوقت ده سعب. اه. اه. ماتخدش كتير. يعني هوقفها وعملها بالعرض. اه. بس هو طبعا من حكاوي بعد كده وبتكلم هو جاله الهان في اللحظة دي ان الكرة هتنزل. هته هتروح لامسة واحدة. فهو ربنا كان كتب ان هي هتروح. اه. وبعدين استاد رادس اللي لاقف فيه. اول مرة. كنا اول مرة ده كان افتتاح استاد رادس. الملعب جميل جدا. اه. والكرة بتجري. اه. لما بتحطها الكرة بتجري فعملت البند اه. اه. فعملت البند. فلاق حاجة ما تتنسيش. فلاقهوة كسرت. لا اهوة كسرت اليوم دي. كلها. اه. لقى الناس كسرت الكراسي. انت عملت ايه? تحركت يعني قمتها. اه. خدمت بقى اللي جنبي وقعدنا نتنطط والتعايط شوية ومش مسدق طبعا. بجد. اه. لا ده بجد. فقعدت بعدها بعدها بسنتين انا بقابل الكابتان ابو تريكا في التمرين وبقابل النجوم دي. اه. اعدت فترة مش عارف اخش عليه في التدريب. ات اول مرة شفت بقى ابو تريكا كانت امت. في الملعب.